جاءت لتحفظ السنة الداخلية فلما تقول ايه من اكسر الناس رواية للحديث وقول لك برا سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا ابو هريرة والسيدة عائشة رضي الله عنها العالمة خذوا عن هذه الحميراء المحمرة الجميلة دي فما كانت السيدة عائشة يعني جاءت من زواج الله سبحانه وتعالى لها من نبيه عشان تحفظ جزءا كبيرا من الإسلام نعم كذلك حينما ترى السيدة أم سلمة الله أكبر يلا حلقوا نرجع إذا احنا رحينا مكة هو الكفار هيرجعونا لا يا رسول الله نحن نموت ولا نعود النبي على السلام كلمهم وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لأحد أن يختار أو أن يتشاور أو أن يتكلم طب نعمل إيه إلحقيني يا أم سلمة الصحابة أو أصحابي سيهلكون ليه كادوا أن يخالفوا أمر مش راضين يحلقوا مش راضين يرجعوا مصممين وهذا فيه هلاكهم أي نعم هم عندهم غيرة إزاي الكفار يرجعونا غيره إحنا عايزين نروح البيت الحرام ما إحنا نموت شهده سيدة أم سلمة تقول له إيه يا رسول الله إنهم يحبونك الله ويقتدون بك الله ورده فاحلق وابدأ فإذا رأوك تحلق ابتدروا طيب هنا بس الوقفة يعني هو سيدنا النبي بيشور على زوجته وياخد رأيها ما ليه؟ دي الوقفة أرجو أن حركت أأكد عليها في مكانة دي في صورة في القرآن اسمها الشورة والشورة ما قالتش لا للرجل ولا للمرأة والنبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد رأي السيدة أم سلمة ولما عمل برأيها أنقذ أصحابه جميعا من سقط الله سبحانه وتعالى كانت الغيوة بيشاورها والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخرج إلى غزوة أو إلى الحج كلنا عايزين نخرج معاك شمعنا طيب خلاص نعمل أرعة إيه دا؟ أرعة واللي تطلع تيجي ما عنديش فسبحان الله المرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مثل الرجل تماما وبعض المواقف الكثيرة حول النبي تؤكد على يعني تقدير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مواقف ستينة خديجة أنا عايز أقول كلمة صغيرة نعم لما تعرف مكانتك عند ربنا دي كلها الله أكبر إيه وعد خلفيه نعم إيه وعد خلفيه بعد دا كله نعم ترجمة نانسي قنقر